اشتركوا في القناة ان الامور تنتهي بمعالجات سياسية افضل كتير جدا من معالجات الحروب وان كانت الامم احيانا بتضطر حفاظا على يعني صروتها وحياتها بتضطر الى الحروب بتحصل حروب بعضها عشان كده وبعضها نوع من عنوع الاستغلال احنا مناش علاقات لكن زي ما تشايفين الدنيا يعني نرجو ان انتوا تكونوا متابعين الاحداث بدقة لانه مثل هذه الامور هي امور كبيرة جدا وامور لابد انه يكون فيها جميعا يعني كلمة واحدة في مثل هذه الظروف لابد تكون الامة على كلمة واحدة فربنا يحمينا من دخول في حروب لكن الواحد احيانا بيضطر فتعالوا بقى نشوف باب الخالق النهاردة النهاردة دكتورة سوزي محفوز انتوا عارفينها وبتحبوها كلكم لانها سيدة بتتكلم من قلبها بصدق وعندها معلومات دقيقة فهي تلتقي بكم النهاردة تقول لكم احاجات عن كورونا وعن كافية تعيش مع كورونا وعن الناس اللي بيخافوا بعد الشفاء من اي جلطات او اي حاجة هي عندها معلومات علمية دقيقة هتقول لها لنا تساعدنا في الظروف اللي احنا فيها دي وبعد ما بدأت الحياة تتحرك والحاجات دي فيه اخطاء بنعملها كلنا الدكتورة سوزي قالبها علينا برضو كلنا فان شاء الله هتقول لنا كلام مفيد في التعامل مع الوضع الحالي ان كورونا لم تنتهي بعد اقعي غرك ان الاعداد بتقل الفيروس موجود وفي حيثات كتير فلابد ان احنا نحترس وننتبه نيجي لباب الخالق احنا بنحاول نحكي لحضراتكو شخصيات وحاجات زي كده فبيسعدني جدا لما اعرف ان مثلا اتكلمت عن حد او عنده كتاب ولا حاجة فحد راح اشتري لأ الكتاب مش موجود والناس بتطلبه ودي مسألة في منتهى السعادة لانه ممكن يبقى الكتاب ده خمس نسخ في المكتابة مش اكتر واشتروه خمس تنفار كل الحكاية المسألة مش ان انا اقدي الى بيع مذكرات مئة الف كتاب لا مش دي الفكرة الفكرة انه مجرد واحد اشتري الكتاب اتنين اشتري الكتاب الكتاب ده بيقراء افراد الاسرة ممكن اصدقائه كمان او اصدقائها فالكتاب يسيب اثر دكتورنا جيب محفوظ انا هكتلكه وقصته كلها على فكرة انت عندك قصة وحضرتك عندك قصة وانا بقرأ اليومين دول مذكرات الدكتور جودة عبدالخالق وزوجته اتنين ده كترة فهم الاتنين عملوا حاجة لطيفة جدا كتبوا مذكراتهم في كتاب واحد صغير مش كبير كل كلمة وكل تجربة بيمر بيها اي انسان يستطيع انه يكتبها يريد يكتبها لانه احنا بنتعلم من بعض طول الوقت طول الوقت بنتعلم من بعض يعني مثلا انا هقولكو حاجة غريبة جدا لفت نظري حاجة كده مكتوبة مش فاكرش بي انا بعد العب في التواصل لكني بلقيت حاجة بتقولك ان اينشتاين هذا العبقري اللي هو اعظم شخصية ظهرت انا بقول اعظم وانا متطمن يعني مرتاح اعظم شخصية ظهرت في القرن العشرين لدرجة انه محتفظين بدماغه بمخه محتفظين بيبيش عايزين يعرفوا ايه الراجل ده يعني ايه ده مكتب الناس تجري مع وراه في الشوارع عايزين ياخدوا منه شعرة عشان خطر العلم اللي عنده الغزير ده كان اسوأ زوج واسوأ تقوم انت تتعلم لما تقرى حكاية ده تلا اينشتاين تعرف انه اه عالم وعبقري لكن فيه هنا اخطاء نوم احنا نستفيد مش معنى ان انت نجم وعبقري وعالم ولعب كرة فز وممثل فز تؤذي اسرتك وتؤذي اولادك وتؤذي بتاع فايزا لما كتبت الكلام ده تكتب احنا بنتعلم منه وهكذا على طول وطول الوقت كل التجارب الانسانية هي اللي بتصنع المستقبل ليه لان الحنان والحب والهجر والخصام والقسوة وتدينه اصبعك ويأكل دراعك ويأكل ده موجود من قدم التاريخ من اياما كانوا بيعبدوا الالها ست كتعشتار من ايام من قدم التاريخ لغاية دلوقتي ولمشاء الله هتدينه اصبعك حياكل دراعك هو ما تعلمش ما بيتعلمش لوم احنا نفضل طول الوقت نحكي اللي بتدينه اصبعك فبيطبطب عليك ويبوسه واللي بتدينه اصبعك يأخده ويأكل دراعك فيه ده وفيه ده لما بتسمع تجارب الناس يعني انا اخترت ان انا اقدم لحضراتكم النهاردة قصة نجاح عملاقة مليئة بالأسى والأسوأ والضياع والتشرد والجوع والنفي والقهر وفيه قصة تانية ان شاء الله بكرة او بعد وحكاها لكم ولا فيها فقر ولا فيها جوع ولا فيها اسوأ لكن فيها نفس الفكرة فيها النجاح الاتنين الشخصيتين ده رجل وهذه سيدة حققوا نجاح عظيم جدا يعني اذا النجاح ليه علاقة بان الواحد يدهد له بتاعه لا ده ستة هانم من أسرة كبيرة وابوها دكتور وتعلمت في الجامعة الأمريكية هي واخوتها لكنها عاشت تعطي للناس تعطي للمجتمع لآخر لحظة وكان يومها طويل عاشت أكتر من 90 سنة يعني ماتت سنة 15 2015 وهي موليد أول القرن اللي فاته يعني عاشت بالضبط حاجة وتسعين سنة ودت مش حول الاسم بكرة ان شاء الله ليه اذا النجاح والعطاء لا ليه دعوة بحياة فيها قسوة ولا ليه دعوة بحياة فيها عز ليه دعوة بان فيه دماغ نظيفة عايزة حاجة مش مشها كده في الحياة لأنه انت لما بتمشي كده بيسمونه لما أنا بمشي ورا حد بيسموني امع يعني ايه مريش بتاعه أنا ماشي كده ورا حد فالناس لما بيبقى عندها حاجة بتحاول تعملها بتعمل حاجات حلوة جدا في الحياة بتعمل حاجات يعني انت ممكن ما تصدقهاش من كتر جمالها في كل المجالات اللي في الدنيا تقدم اللي حصل لنا في المية السنة الأخيرة دي من صنع الأحلام ناس حلمت وتحركت وعملت حاجات حلوة ولسه ما حدش عارف المية السنة اللي جاي حيبقى فيهم ايه من كتر ما العشرين سنة الأخيرين دول بس حصلت تطور رهيب وهنتكلمكم النهاردة هنديكم صور من مريخ تشوفوا الدنيا عاملة ازاي والكرة الأرضية عاملة ازاي والملكون نفسه كله عاملة ازاي بس تعالوا نبدأ برجل مش عارف اقول عنه ايه لكن هقولكو انه الشيخ زكريا احمد اللي ارحمه ليه ابن مات صغير فاعتزل الحياة وخلاص مش قادر اشتغل ومكر السن بتروح تبقى طبعا تعزيه وتقع الجنبه وبتاعات لا مش نافع هتقوله صاحبه فجابونه صاحبه اعجب جنبه ومكاب وراءه قلم وكتب حطيت على القلب ايدي وانا بودع وحيدي وقول يعين انجديني وبالدم عجودي فاذا بعمك زكريا يخرج من احزانه ويقبل على العود ويضرب مزيجا استطاع الصديق ان يخرج صديقه من حالته بيعبارة شعرية حطيت على القلب ايدي وانا بودع وحيدي وقول يعين اسعفيني وبالدم جودي رجل من مصر قدم لنا اعزب ما يمكن ان اقدمه انساني من الصلابة ومن العشق الحقيقي لهذا الوطن اهلا وسعلا بحضرتكم مرة اخرى اهلا وسعلا بحضرتكم مرة اخرى الحمرة مش كده العام او الزاوية الحمرة العام الزاوية الحمرة العام العام اه دكتورة سوزي طبعا انتو عارفينها وبينكو علاقة وطيضة وهي طلبة تتكلم معكم فانا هتنحها جانبا واقدم لحضرتكم الدكتورة سوزي محفوظ اللي هي قبول كبير عند حضرتكم وهي بقى عايزة تتكلم تفضلي يا دكتورة مساء الخير الاول مساء النور اهلا بك يا دكتورة اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك تفضلي اقولي للناس ما تحبي ان تقولي احب ابدأ بس ما اقول ان فيه في الفترة الاخيرة بدأ يبقى فيه شوية مخاوف من حاجة اسمها متلزمة ما بعد الكورونا ففيه ناس بدأت تقلق ان هي بعد ما بتخف يحصل لها مدعفات تاني وفيه ناس ممكن لقدر الله فيه حالات قليلة جدا جدا وحط خط تحت جدا يحصل لها حالة وفاة فانا عايزة اشرح الموضوع ده بس ببساطة عشان خاطر الرعب اللي بدون داعي زعف مع ناس كتير احنا اتفقنا ان الحرب مع كورونا دي حرب مناعية وعشان اخد الكورونا قلنا الحرب المناعية دي بيتحكم فيها الكمية اللي انا خدتها من الفيروس وشراسة الفيروس في الوقت اللي انا خدته قد ايه والمناعة بتاعتي اخبارها ايه يعني انا لو خدت كمية صغيرة يبقى الحرب المناعية او المعركة اللي هتتم هتكون قليلة كل ما زودت الكمية كل ما كانت المعركة هتكون اشرص بالنسبة لشراسة الفيروس يعني ايه يعني انا لو خدته من الرزاز مباشرة ده الفيروس في قوته غير لما اخده وهو كان على السطح واتعرض لاشعة الشمس وبعد كده ضعف شوية وخدته فالمعركة المناعية هتكون اقل نجي للمناع نجي للمناع pixel المناعة دي جزئين الجزء الاولاني هو ارض المعركة والجنود اللي موجودين في ارض المعركة والجزء التاني هو الجنود اللي هنستعين بهم لما الجنود الموجودين المسئولين عن المناعة في ارض المعركة دي ما نقدرش عليها مين هي ارض المعركة بتاعتنا النهاردة هو الجهاز التنفسي من اول الانف لغاية الحويصلات الهوائية اللي حواليها شعيرات دموية مسؤولة عن تبادل الغازات اللي هي الاكسوجين يوصل بالنسبة معينة للجسم ناخدها بس خطوة خطوة كده بالراحة احنا طبعا احنا قلنا ان كورونا بنستنشقها عن طريقة رزاز وكمان ممكن ان انا بالتلامس الغير مباشر ان انا اخد كورونا كده احطها على امفي باديا وفي حاجات جديدة هنتكلم عليها كمان شوية في بعض الظروف المعينة ممكن عن طريق الهواء المهمة اخدها للجهاز التنفسي في عندي خط دفاع اول ما اسئول عن الموضوع دوت اللي هو الاخشاية المخاطية المبطنة للجهاز التنفسي والاهداب لو الكمية صغيرة بتتعامل معاها والموضوع يبقى بسيط خالص ومفيش مشكلة ومعنديش مشاكل لو نجح الميكروب ان هو يدخل الخلايا هنا بندخل لخط دفاع تاني وهنا المعركة بتبقى ايه اكثر دراوه يعني يطلع بقى حاجات اسمها انترفيرونات دي بتطلع تنبه الخلايا المجاورات قولهم الحقوا عندنا عدو داخل اجهازو تخلي الخلايا تتجهز نفسها وبحيث ان الميكروب اللي جاي دوت ما يدخلش طول ما هي الكمية الصغيرة اه طول ما هي الكمية الصغيرة المعركة بتخلص لا الكمية اكتر لا في خلايا قاتلة موجودة بتقوم بالمهمة دي الحاجات دي هو اللي قلنا ilati 80% الاولانيين اللي احنا قلنا منهم 40% حالات بسيطة و40% حالات متوسطة 40% الحالات البسيطه اللي هي ما بتأثرش في نسبه الاكسوجين عندي خالص ال 40% التانيين بتأثر في نسبه الاكسوجين بس بجميع الاحوال ما بيقلش عن نسبته عن 92% في الدم طب الكميه اكبر المعركه تشتد احنا محتاجين معونه خارجيه مين المعونه الخارجيه نتيجه الالتهابات اللي حصلت في الخلايا اللي حصلت فيها المعركه ديه تطلع مواد تعمل التمدد لشعيرات الدموية اللي حوالين الحقيصالات الهوائيه تطلع بقى الجنود الدواره اللي موجوده في الدم تساعد بقى تساعد بقى اللي موجودين في ارض المعركه دول ديه جنود برده غير متخصصه تساعد معهم على قد ما تقدر بحيث الدنيا تخلص الجنود الغير متخصصه دي لو برده وصلنا لل 15% التانيين اللي هي بنقول المرحله الصعبه نسبه الاكسجين طبعا بتقل في الدم في الفتره ديه وتفضل المعركه ديه من خمسه لعشر تيام وممكن تنتهي لغاية هنا الا في قلة قليله المعركه ديه مستمرة لغاية لما يجلنا الامداد التخصصي الامداد اللي بيجي ديه خلايا غير المتخصصه وكمان خلايا تنقل اشارات للغدد اللينفوية تديهم اخبار العدو الموجود الحقوني انا عندي العدو الفلواني ووصفاته كذا 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 يقوم الجهاز المتخصص يبعت الجيوش المتخصصه وتخلص المعركه تماما هنا بقى هنا الامور تبقى كويسه انت تبقى مش كويسه المفروض ان بيجيني خلايا اسمها مثبته للموضوع ده توقف المعركه ديه احيانا المعركه الفيروس يموت والمعركه مستمرة حاجه التهاب في اللحظه دي الانسان بيبقى كأنه غرقان مش قادر ياخد نفسه المجموعه دي قليلة عشان ما نخافش دي اللي بتتحط على اجهزه التنافس الصناعي لان الرئة بتبقى في الوقت ده مليانه ما بين خلايا تم مهاجمتها ما بين افرازات ما بين دم ما بين ميا الرئة كأنك حطيت واحد تحت البحر كده وتقوله خد نفسك مش هعرف ياخد نفسه الدنيا عندها بايزة خالص ده بقى ودي نسبة قليلة عشان ما نخافش بيعودوا على الجهاز التنفس الصناعي حوالي 40% بيعدوا بسلامات يفضل مجموعة تانية لقدر الله الامور ايه مش بتعدي بسلامة بعد ما تخلص بقى كل حاجه والمريض ده خاف المعرقه المناعيه ديت بيحصل منها تجلطات احنا في الفتره اللي هي في الحالات الشديده والحالات الحارجه اثناء العلاج بتاعها ان احنا بنيديها نسب معينه من ادوية السيوله واحيانا بنيدي نسبه من الكورتيزيونات عشان الحرب المناعيه ديت بعد ما العيان بيخف تماما ويعمل بي سي ار بعد ما خف ويطلع سلبي مرتين الفرق بينهم 48 ساعة بننصح العيان ان هو يشرب سوايل كتير ويستمر على ادوية السيوله دي فتره واحيانا بياخد جرعه صغيره من الكورتيزون فتره لغاية لما الامور تهدى احنا الرئه طلعه طلعين بخناءه ان في بعض الناس طلعين من خناءه حرب يعني خناءه وحاجات كتيره جده عشان الامور دي ترجع بتاخد وقتي بقى العيان البي سي ار سلبي مرتين ورابعه بالفرق بين 48 ساعة بس يرجع يقولك العيان ايه يا دكتوره انا مش عادرة اخد نفسي زي الاول انا مش زي الاول انا نفسي بيدي ما طبعا احنا في خلايا تقصرت كتير ودخلت في المعركة عبي لما ترجع لطبعتها بتاخد فترة هل كل الناس بترجع لطبعتها على حسب حجم المعركة وعلى حسب دروتها وعلى حسب انا بدي ارض المعركة ازاي خلينا هنا بقى دكتوره سوالي الحته الصغيره دي هقولها هقولها بس كده وهرون على حضرتك على طول ارض المعركة ديت اللي هي الرئه هل الرئه دي اصلا في بداية المعركة كانت سليمه يعني مش واحد اه اه بادئ تدخين من سن صغير مبوز الرئه اصلا من الاصل او الشخص ده ما كانش بريد قلب وعنده مشكله في عضلة القلب انها تضخ دم في الوقت ده او الشخص اصلا كان عنده تلايفات في الرئه فالشخص ده بعد ما بيخف الدنيا بتبقى بالنسبة له اصعب من شخص بادئ بريئه كويسه الشخص اه الشخص اللي بدئ بريئه كويسه ديت الحكاية دي بتخلص بسرعه وبنقوله تطمن كل ده هيرجع بس مسألة وقت تجيلك مجموعة تانية تقولك بص انا جسمي مضغط بص انا واخد علقه فعلا لان كيمويات بتطلع في العضلات يقولك انا مش قادر انا تعبان انا مش حاسس ان انا بنقوله ما تخافش ما تقلق هي مسألة وقت وحاجات تاني بقى نفسية وحاجات كتيرة هي دي المتلزمة ما بعد الكورونا طيب ايه نسب الخطورة بعد الشفاء اللي حضرتك طرحتيه بعد ان تنتهي المعركة ويبقى فيه واحد كان مدخن فممكن تبرد اتعبانة كان عنده امراض اتقابة ايه نسب الخطورة بعد كده ايه المطلوب من المريض اللي ربنا ساعده وشفاه ايه نسب الخطورة ومطلوب منه يعمل ايه عشان يحمي نفسه بقدر مستطاع من هذه النسبة احنا قولنا اول اربعين في المية اللي بنسميها حالات بسيطة قد تكون مفيش معركة ولا كأنه حصلوا حاجة لا ده الحمد لله خاص والاربعين في المية التانيين برضو مش يحصل لهم حاجة والخمستاشر في المية يعني هما العشرين في اللي احنا بنتكلم فيهم خمستاشر خدوا اكسوجين والخمسة في المية الخمسة في المية هما دول اللي بيبقى عندهم مشكلة ومن الخمستاشر بيبقى خمسة تاني يعني عندي عشرة برا كده بتكلم على عشرة في المية من مجموع الحالات منهم العشرة في المية من مجموع الحالات ديت هي ديت اللي فيه ما بعد دي تعتمد على هو بادئ بالدي دايمر اللي هو التحليل بتاع التجلطات اثناء المعركة او حصل التجلطات قد ايه بتختلف من شخص لشخص وعلى حسب الدي دايمر اللي بدأ به الشخص ده بنقوله التمن لان القلق في حد ذاته بيقلل المناعة تاني وبيضي فرصة انه هي منعته تضعف وندخل في حاجه اسمها يعني معركة المناعة بعيد عن الفيروس ده بنقوله هي مسألة وقت والطمن وياخد سويل كتير ويستمر على ادوية السيولة بالجرعات المناسبة اللي هيوصفها للدكتور مع متابعة كل تحليل الخاصة بالسيولة والدكتور الوحيد اللي يقوله بطلها امتى ما يقولش انا بقيت كويس وزي الفل انا مش عارفة ليه الدكتور مستمر على الادوية انا زيتم الادوية انا تعيتم الادوية وياخد قرار منه لنفسه انه يبطل ده خطأ فظيع وهو ده اللي بعرضه الخطر كل الادوية كل مريض تعرض لكورونا بشكل عنيف وبشكل قوي لابد ان هو يتابع مع دكتوره لغاية امتى لغاية ما الدكتور يقوله بطل ده وسيلة لغاية لما الدكتور يقوله انت تمام بطل ده وسيلة انت تمام ازاي بالتحليل اللي الدكتور بيعملها له بصفة دورية لغاية لما يوصل للنسبة الكويسة يقوله انت تمام طيب في هذه الحالة دكتورة كأن كورونا مهما كان يعني ابعادها وازمتها وازمتها وكل مشاكلها كأنها اي مرض وانتهى وانتهى تماما ما لا يترك اثر لا يترك اثر لا احيانا عشان بس اكون صريحة مع حضرتك يترك اثر لو الحرب شرسة جدا وبوزت وحصل تلايفات في جزء من الرئة لكن بقية الخلايا بتاعت الرئة كويسة ممكن جزء صغير من الرئة يحصل له مشكلة بس ما يقصرش على حياته فيما بعد ومع ذلك ده برضو ده من الحالات القليلة جدا 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 انما بالنسبة العام والغالبية حتى لو كانت المرض شديد والقلم شديد واجع الجسم انما حين يزول الامر هيزول ويختلف فترة زواله على فترة الشخص وعلى حسب منعته على حسب اللي هو تعرض له قد ايه والخسارة اللي خسرها قد ايه طيب شرح عظيم ووافي من حضرتك كال عادة يعني عايزين سؤال بس اجابته بقى من حضرتك احنا الوقتي الناس خرجت خلاص انطلقت زي ما انت شايفه وراحوا السواحل وراحوا غرق غرقوا لشغلهم وخرجوا يتماشوا عن النيل وبدأت النوادي حتبدأ الألعاب الرياضية وبتاعه ما النصيحة الموجزة من حضرتك لمرحلة المحاولة التعايش مع هذا الفيروس نصيحتي احنا لسه ما خلصناش احنا كورونا ما خلصتش طبعا طبعا انا من كنا بستمرت بنستي اه اه احنا وصلنا للتلتين قلينا وبقينا قسرنا حد القلب بس كورونا ما خلصتش لازم نكون حرسين للمنتهى عشان انا شايف الناس كلها بقت خلاص احنا خدنا افراج والناس اغلب الناس بدأت اه ما تلبسش الماسكات وبدأت خلاص وتنزل وتعيش حياة طبيعية كاملة وده مش مزبوط خالص لان ده ممكن يرجعنا لقدر الله لانتكاسة احنا مش عايزينها ده انا بشوف ناس كده ماشية في الشارع ممكن يقابلوا بعضوا يبوسوا بعضوا مستخرق قوي اه 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 هم شافوا انا مبسلمش على حد يعني اعز الناس عندي مبسلمش عليهم اساسا لا كورونا ما خلصتش ده بيسلموا يبوسوا عادي لا لا كورونا ما خلصتش هو الحقيقة لبوسوا حشنة دكتورة سوزي فعلا يعني بوس حاجة حلوة بس اه بس يعني مش وقته فترة معينة وبعد كده نرجع لحياتنا الطبيعية تماما ان شاء الله بس نعديها طب الناس بتحبك اكتر بتحبك اكتر مني فاقول لهم بلاش حكاية الاحضان والحاجات ده تقول لهم بلاش اه اه معلاش احنا بلاش الفترة فترة الاحضان والسلامات انا عارفة ان الاحباء كلهم وحشوا بعض بس معلاش هي فترة صغيرة وهتعدي وكله هيرجع زي مكان ما تقلقوش بس ساعدونا شوية عشان نخلص طيب يعني النصيحة انه من نخلل نفس النظام اللي قبل كده مرات ومرات ومرات الحذر والكمامات وتعامل مع المسطحات بشكل في حذر كبير مزبوط مزبوط تمام تمام طيب تحب تضيف اي حاجة اه يعني ده بالنسبة احنا الكورونا انا عايزة بس اقول لهم يعني انتوا اي نوع ماسك موجود البسوه ما تعدوش تشيلوا هم انواع المسكات احتوي مكروباتكم على قد ما تقدروا لو انتوا لابسين بس المسك القماشي خاولوا مع المسك القماشي يبقى فيه تباعد مش اقل من متر بينكم وبعد اثناء لبس المسكات القماشية وطبعا مريض الكورونا اللي تم الشفاءه بالكامل هو امن لو اعيش في اسرته مفيش مشاكل نرجع نقول نفس الكلام ده تاني عشان المخاوف اللي عند الناس احنا قلنا مريض الكورونا اللي هي اعراضه بسيطة عشر تيام خلاص الدني اللي هو اصلا ما كانش عنده اعراض وعمل بسي ار بعد عشر تيام امن اللي كان عنده اعراض عشر تيام زائد ثلاث تيام بدون اعراض هو امن وما زال الواحد لما يحتكب يعني مثلا يحتكب ناس لأي ظرف طارق يفضل برضو اسبوع ولا اكتر من اسبوع عشان ممكن تظهر عليه الحالة ولا الوقت بقت يومين ثلاثة ولا ايه يعني ايه ظرف طارق يعني ايه يعني واحد مثلا واحد دخل مكان في ناس مش لابسه ماسكات وحاجات زي كده فيبضل عمل حسابه خايف من الفيروس يجيله وما يجلوش بقى لسه اسبوع واسبوعين زي زمان ولا ممكن بقى طالما انا دخل على حد هو مش لابس ماسك انا لابسه ماسك فانا محميه بنسبه كبيره هو المشكله الشخص اللي مكانش لابس ماسك ودخل على شخص تاني مش لابس ماسك وبعد كده هو جاله كورونا او عرفت بعد كده يبقى انا بعمله اه مازال اه انا بعمله اجراءات عاز لاربعتاشر يوم لما نعرف هو تعادى مني ولا ما تعاداش اه لسه الاربعتاشر يوم ما بيش حصل تطور انهم بقى هم اسبوع ولا عاشر تيام ولا اهي اصلي بص دي فترة حضانة بتاعت فيروس سبتة من يومين لاربعتاشر يوم تمام دكتورة سوزي محفوظ مدرب زمالة مكافحة العدوى بمستشفى الزاوية الحمرة العام انا بشكرك الف شكر لحضرتك وكل ما يجد عندي الجديد تأكدي ان باب الخلق في انتظارك وناس بتحترم حضرتك وبتقدرك وبتصق فيك ثقة كبيرة ألف شكر لحضرتك مرسي يا سيد محفوظ شكرا لحضرتك دكتورة سوزي تدفق وما اجمل ان حد يقدملك يعني معلومات ونصايح وهو بيقولها من قلبه بجد هي بتتكلم من قلبها بجد عشان كده هي بتخش قلوبكو فياريت ناخد بالنا من كلام الدكتورة سوزي لانه كلام مهم ويتعلق بحياتنا وقسرنا وكل ما نحب لسه عندنا في باب الخلق حاجات وحنقول كمان ان شاء الله موسيقى موسيقى فايت في قلب القاهرة ومعدي هو عارفها وهي مش عارفها على كل حارة وكل عطفة يهدي كأنه راجع لسه من منفاه بيبوس بعينه اللبدة والجلبية رجل في مصر من مصر هكذا رثاه شعرنا العملاق صلاح جعين وهو بيودعه سنة واحده ستين وعبد الناصر بيكرمه سنة ستين قبل ما يموت بسنة وهو نفسه اللي أنقذ الشيخ زكريا أحمد من يعني من عزاله بعد رحيل ابنه لما كتب حطيت على القلب إيدي وأنا بودع وحيدي وأقول يا عين سافين وبالدم عجودي فمسك الشيخ زكريا العود وبدأ يشتغل ورجع تاني يلحن ألحانه العظيمة الراجل دا لي حكاية جده قرر إن هو يسافر يحج جده بيشتغل في الحرير عنده مصنع صغير كده بيصنع حرير قرر يسافر يروح يحج خلاص بقى الآن الأوان والفلوس والأشياء معدن يقدر يجيب جمال تلاتة جنيه تلاتة جنيه يركب الجمل وأكل الجمل بنص جنيه زنه وجنيه وجنيه أكله هو يطلع على الحج دا كان زمانين وجبر راح الجد يحج وهو راجع عد على مصر يالله يعمل حج عد على اسكندريا قال لا يالله فيه اه إحنا هنقعد هنا يعني هنقعد هنا يعمل حجة بلدنا تونس قال لا هي دي بلدنا هي دي بلدي واستقر الجد فيه الأسكندريا وأنجب رجل جميل وبيشتغل كويس وماشي كويس برضه في صنعت أبوه الأمور كويسة قوي وعنده دكانة في السيالة ما زن في اسكندريا وماشي الحال كويس قوم الأب عنده بقى ولدين محمد وصاحبنا محمود محمود محمد مصطفى بيرام التونسي هي أسألة فن الجميل بيرام التونسي اسكندريا اللي رام لها كل مواهب طيب الأب اللي هو أبو بقى محمد ومحمود بقى تاجر كويس وشغال كويس جدا وبيودي لودي المدرسة لودي فاشل في التعليم مالوش في الحساب خالص مش نافع نروح ونقعد في المرسى والعباس يتعليم ما فيش فايدة اشتغل مع ابوه الواد مش نافع بس في ناس كيفية بياد بيادة بيادة ايه قرأ كتب وابتاو حاجات زي كده ايه قرأة صيرة للهلاء قل ايه الحكاية؟ نقعد مع البنيين البنيين كمان كانوا يقولوا السير والحاجات القديمة ده سيف من يزل والهلالي والحاجات دي فأغرم بالحكاية دي بقى يسيب كل حاجة ويروحوا جنب البنيين يسمع اللي هون بتاعه حاجة حلوة ايه الحاجة الحلوة دي مات الاب بس الخير موجود الراجل غني ومن الجنهات الدهب في كتير لكن اكتشفت الست الزوجة ام عمك محمود ده ان الزوج ده كان فيه ست حلوة كده جميلة بتروح له المحل تشتري منه حرير السنارة غمزت وفي سكنتريا بس السنارة غمزت تجوزوا الجنهات الدهب عند الست نامت عليها طب المحل بيجيب فلوسكو ايسا؟ ولاد العم قاموا بالواجن فقر وبدأت رحلة العذاب في حياة هذا الرجل الام طبعا متضايقة اتجوزت على طول عشان كان متجوز عليها ومش عارفة والفلوسكو الليها راحت عند الست جديدة فتجوزت راجل بيجيب بيشتغل في هوادج الهودج بتاع الجمل ده شو؟ لانا صعبة جدا اشتغل في هالواد شو هي والأم؟ ماتت فقروا بقى الواد ملوش حاجة غير منزل بيبتهم بيت قديم كده اتطر يتجوزوا عند السبع عشر سنة عشان حد يخدموا يعيش سكن في قوضة مع أهل جوم مراته بهدلة 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 اشتغل عند بقال وبقى في الاخر ربنا هداه هلا نبيع بقى كل حاجة اللي بيت الصغير ده واعمل تجارة سامنة وخلاص هو تاجر بقى في اسكندرية وحيشتغل في الحكاية دي بس حلم نكلم واحنا واحد صغير هو مولود 1893 اول ما اشتغل بقى عنده تجارة بقى فيه مجلس محلي اللي هو مجلس المسمينه زمان كان من مجلس بلدي فالمجلس بلدي محذبه مقلبه جامد جداً بيقلبه جامد جداً فرح قايل بقى سيدي القصيدة اللي قلبت حياته كلها يا بايع الفدل بالمليم واحدة كامل العيال وكامل المجلس البلدي كأن أمي بل الله تربطها أوصت فقالت أخوك المجلس البلدي وبعين كاتب بقى لو كنت اتجوزت كان ممكن يشاركني في مرات المجلس البلدي وكتبت المجلس البلدي وإذا الشعر ده تنشر في جريد اسمها الأهلي في اسكندرية اسكندرية كلها تقرؤها لده راكت أن هما جابهم وترجميني يترجموه لأعضاء المجلس البلدي الخواجات عشان يشوفوا بيقول عليهم إيه وطبعه في كتاب باع منه مئة ألف نسخة النسخة بخمسة مليم وهنا أدرك الشاب ده أنه الله ده ممكن يبقى شغله في الأدب والشعر بيجيب فلوس فصرف نظرة عن كل حاجة وبدأ يكتب واتغنت القصيدة في اسكندرية طبعا هو بيصهر مع سيد درويش على أهوي المقاهي بتاع اسكندرية متاتيا قريرو والأهوي المشهورة في اسكندرية وبيعرف سيد درويش سيد درويش قال له اسمع وكتب لي حاجة الحاجة اللي هي موجودة باستمرار عشان تعرف إن التاريخ بيعيد نفسه قال له جماعة الإنجليزي ده عايشين عندنا يقولك الشعب ده تعبان والشعب ده جاهل والشعب ده مش نافع والشعب ده مقدرش يحكم نفسه عشان كده احنا بنحكمه ونوضابله حياته فرح كاتب أنا المصري كريم العنصرين بناتي المهتمين المهرمين هدودي أنشأ العلم العديد ومذكر عني في الوعاني القصير اسكندرية كلها تغنيها ومن اسكندرية المصر كلها تقول أنا المصري كريم العنصرين وإحنا فعلا المصريين كرماء العنصرين وبدأ يكتب بقى قال له جالله الشعر دوت مش هيجيب مع الناس أوه عسن حاجة نكتب الزجل اللي هو الكلام البسيط عشان نخبط على طول وبدأ يخبط وبدأ بقى دي شغلته خلاص سبق السمنة والزبدة والحاجات دي كلها وبدأ يشتغل تمام التمام وخبط في عمك المالك فؤاد أو السلطان فؤاد وقتها بلما يبقى مالك لسه نتكلم في العشرينيات من القرن اللي تد وخبط وقال لك الأرعى السلطاني وطرب قصائد كلها موجودة عندكم يعني ممكن تشوفوها ولما عدمنا في مصر الملوك جابوك الإنجليزيا فؤاد قعدوك تمثل على العرش دور الملوك مالك فؤاد قالك الرجل دا ما عودش عندنا بس الرجل دا أصلا دا أصله تونسي هو مصري كل حاجة بس أصله تونسي طب أي مشكلة التونسي ما ماشيه قالك لا دا أصله تونس محتلها فرنسا في تقسيم الهباب اللي عملوها بتاع السايكس بيوكو دي فرنسا بقتبع تونس تونس بقتبع فرنسا يا ربي يحصل دا في يوم بالأيام فقالك ما نقدرش يمشيه لأنه طبع الرعاية فرنسويين لكن لما ضغط في الزجل المثير وبعدين هبش محافظ القيارة وقتها كان مجاوز بنت الملك فؤاد راحوا ماشيه ودوا تونس راح تونس بيقولك إن الأهل جاحدوني وكتب قصيدة برضو هقولك أبياتها الأولة أه والتانية والتالتة أه الأولة في مصر أهله تونسي ونفوني والتانية تونس فيها الأهل جاحدوني والتالتة باريس وفي باريس جهلوني وبيمشي غلط في الآخر بقى بيكمل القصيدة على الأهات اللي هي بعد جدا هيعمل منها أروع أغنية أروع أغنية في الأهات إذا كان أغنية عبدالوهاب اللي هي رأيت خياله في المنام هي أعظم أهات غنها رجل فدي أعظم أهات غنية السب في أغنية الأهات groupتر أعظم أهات غنية ونفز أغنية تونسي ونفز أغنية السب el جهازة تونسي ونفز اشتركوا في القناة جوع وعذاب اشتغل في مصانع حديد وصلب يعني وصدره بدأ من هنا يجيله الربو من ساعتها اشوفك انهم يتكلم على حد صغير صغير جدا يعني في العشرنات بدأ الربو يجيله حتى فيه لقطة لطيفة انه بعدها يدور في البيت مش لقياكل خارس بيش قتل خارس فلقى بصلة كده قال ناخدها نشوجها كده على شوية ورق فرا اخد ورقتين ثلاثة ولحهم راح تشبكة في الورق التاني هو ده ورق لا ده كنز الورق ده وتجوابات من سيد درويش ومن العقاد لبيرام التونسي بيتبادل الرسائل الرسائل اللي حاجة جميلة جزمان كانت مكتبه رسائلة تحب تقعد تقراها وتشوف الجمال اللي فيها من معلومات ومن سياغة ومن أدب ومن كلام راحوا في البصرة بيرام ياكل مرة في اليوم بعدين خلاها تلات مرات في اليوم أربع مرات في اليوم خلاها في الخيال زي اسماعين ياسين عايز ياكل وميقعد كده ويقول الله يا السلام عند عمك علي ده وقعد العربية بتاعة الفول والفول على الزيت الحار وهكذا عاش بيرام عذابات ثم فر وعاد سكيتي وبدأ يكتب زجل اللي تنشر فيه المجلات والله يقولك إن فيه ناس بلغوا عنه من أنصف الشعراء والفنانين الفنانين كباركن كلهم يحب فرحوا عبدين عليه تاني يالله امشي تاني المشي دي بقى فيها التسع سنين عذاب محدش شافه مش تقولي مثلا واحد راح تعزي في الغربة اشتغله بتاع لا ده مش تلاقي يأكل فعلا مش تلاقي يلبس فعلا ومش تلاقي القوض هناك ربع تلك ما كانش فيه بقى الحاجات الدفايات اللي معقولة في البيوت والحاجات دي فكان يبقى صابعه مش عارف يتنيها من البرد الى ان ترك بابه في يوم من ايام عمك عزيز عيد يا سلام قال لو بيرم اكتب لي وبعت لي وانا حاخد شغلك واشتغل بي مصرحيات وبدأ بيرم يبعت عجاد وكمان راح له الشيخ زكريا احمد لما جماعة رجعوني بقى لما النارش رجع حاجتاً بهدل الملك فؤاد على فكرة هو باريس بيكتب زجل بيشتم فيه الملك فؤاد مفيش فايدة يعني مفيش فايدة بيشتم الملك فؤاد عشان فيه طار بينه بالملك فؤاد لا عشان الملك ده مبوز البلد اللي فيها الشعب الغالبان ده فلازم ينصلح حال الملك عشان البلد تبقى كويسة فإذاً هو ده وطنية من طراز خاص تسع سنين بيرم التونسي في هذا العذاب الى ان جاءوا عزيز عيد طيب يرجع بيها بيرم التونسي لها ما مش فيش أمل في الرجوع خالص لكن هو وهو حب البلد جداً بقولك أنا ما شفتش بلدها هي دي بلدي ما بيرجعش تونس ولا بيرجع لبنان ولا بيرجع حتى بيرجع مصر بلده رجع برضو مستخبي وفي دم مستخبي أول ما رجع شوف مراته فين جزججة التانية الاولنية ماتت لها مراته رافعت عليها ضيئة لأنه هو رجل مغضوب علي من الحكومة ومن حقها تطلب الطلاق فطلبت الطلاق واختفت ايه الاعداء خلاص مفيش مراته التانية فأصبح بيرم محيداً لا يملك أي شيء إلا موهدته وبدأ يكتم في المجلات إلى أن كتب بيرم التونسي بقى 36 جن ملك فاروق شاب صغير جميل كلنا منحبه ومستبشرين فيه خير فكتب بقى القصيدة غلوبت قطعت تذاكر وشبعت يا رب غربة بين الشطوط والبواخر من بلادنا لأوروبا وأقول لكم الصراحة وأقول لكم الصراحة اللي بزماننا قليلة ما شفت يا قلبي راحة في دي السنين الطويلة إلا ما شفت الطوائي واللبدة والجلبية يا مصر خد بالك بالتعبير الجميل يا مصر يا نور الوسامة ساطع وبين شروقك لحن السلام والسلامة الدنيا سمعاه في بوئك والجو فوق ابتسامة زي ابتسامة فاروق ملك فاروق كتب الزجل ده وبعته الكامل الشناوي طب بيعمل ايه فيه كامل الشناوي ورح مكلم أنطون الجميل الجميل اللي هو ماسك الرئيس تحليل أهرامو ده قال له معي زجل بتاع بيرامو التونسي وكده قال له بيرامو التونسي ده ده مفروض يتقبض عليه ما نقدرش ننشر عجل بيرامو التونسي بس أنا عارف ان محمد محمود باشا بيحبه مزير داخليه وإحمد حسنين باشا كمان بيحبه ونقراشي باشا بيحبه وبيقوا بعض معهم وبيقولوا أشعار لبيرامو حافزينها حافزين أسجاله وبيحبوها جدا فقال له طب نعمل ايه قال له حقول لك حاجة نشروا الزجل وكتب تحتيه كامل الشناوي انه هذا الزجل جاءنا من مجهول ما نعرفش ميلي كد لكنه بخط بيرامو التونسي ونحن نأمل أن يعفو وزير الداخلية عن بيرامو التونسي عشان يا أخي من نفسه ما يبقاش جاب له ما يبقاش جاب حاجة من بيرامو هو لأ جواب لأ ورقة بس هي بخط بيرامو يعني وكان هذا هو الإفراج عن بيرامو التونسي بس إفراج بقى إيه إفراج برضو فيه لبش مش قاله خلاص مفيش حاجة يا بيرامو يعني لغينا القرار قال لك لا غض الطرف عن وجود بيرامو التونسي إنسانه موجود يعني مش هنعمل له حاجة لكن ممكن يجبوه من قفا في أي وقت كلام ده كان في حدود تسعة و تلاتين أربعين وبدأت حياة جديدة لهذا الشاعر الأملاق بدأ حياة بقى مستقرة لكنه طبعا لا يأخلوا الأمر من الزجل الشديد الزجل الشديد في الأربعينات بقى بدأت في أربعين بالزبط سنة أربعين السنة موجودسون كون بتشتغل مع زكريا أحمد قالت له أنا حاجة بيرامو التونسي هتلاقيها أي لكلام عليه بيسألوها فقالوا لهم هذا زجل دايماً يعتبروا الزجل أقل من الشعر فقالت لهم له والله هذا شعر وشعر حلوة وشعر وشعر مليان عمق ومليان حلاة ومليان معاني أنا مش بحب بيرام إنه هو يعمل لي قونيا سيبك من الحكاية دي هي بتقول كده بس تقولش سيبك من الحكاية دي لأنها كانت يعني أنا بحب أقعد مع الرجل مسقف جدا وبحب أقعد معه بتعلم منه بتعلم من الجلوس القاعدة مع بيرامو التونسي أنا أكلمه كده حتى كانت بتعمل حاجة رطيفة مرد في التليفون يقول ما يكلمها يا نون أنا بيرام ما يقولش ألوه فتقولوا ليه يا بيرام كده يعني ما تقول ألوه إزاي يوقع عاملين إيه لا بس التليفون ده معمولة عشان الناس تخلص شغلها مش معمولة عشان الناس ترغي فهيكلم يقول أنا بيرام عايز كذا 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 كان شخصية جميلة وكتب للمكلسوم قونية بقى من الأغاني اللي هي تعتبر من اللي هي الأغاني العظيمة يعني الأغاني المنارة اللي هي قونية الآهات دي مكلسوم قد خايفت قولها يعني قالت إنها يعني كلها آهات بتاعها كان سيجن لكن مصطفى أمين ورامي يقالوا لها غنيها دي حاجة تعرفها غنيتها لدرجة المكتوب في الكتب إنها بعد ما خلصت الغنوة بيسقفوا الناس عادي سقفوا لها عشر دقايق متواصلة في مصرح الإثباتية احتراما وتقديرا للآهات آه يا اللي أضحكت وأكيت آه يا اللي أسست وهديت آه من رضاك وزدودك آه جانب الثاني بقى عمل أجمل وصف للعشاقة أجمل وصف أهل الهوى يا ليل فاتوا مضاقعهم بص الكلمة تقيلة سابوا السرير هجوا أهل الهوى يا ليل فاتوا مضاقعهم وتجمعوا يا ليل صحبة وأنا معهم يطولوك يا ليل ويأصروك يا ليل من اللي بيهم وإنت يا ليل بس اللي عالم بيهم شوف بيهم بتستخدم إزاي فيهم كسير القلب والمتقلم واللي كتم شكواه ولم يتكلم واللي قعد بعد الحبايب وحده وبات حزين يشكي هيامه ووجده يشكوا ولا مخلوق سمع شكواهم إلا الكواتف في السماء سمعهم شككواه بين المتقلم وإذا الشكك pacان قام بتببيقهم اشتركوا في القناة ناصر قرامه داله جوز للدولة التقديرية سنة ستين قبل ما يموت بسنة واحدة وزي ما قلت لكم في بداية الكلام بيرام صلاح جاين كتاب له كلام جميل جدا في وداعه مات زي ما كت في الجبل ينهد مات اقتدار وفخار ما قالش الحد يا سلام شوف تعبير مات زي ما كت في الجبل ينهد يعني حاجة رهيبة مات اقتدار وفخار ما قالش الحد ومقلصوم كان مفروض تغني في الواسطة التالتة يا ظلمني لكنها جالها محمد قصب جيب فهو فاصل يعني وصلها من بين اغنية اغنية وقال لها بيرام تعيش انتي فداخلت وغنت للناس الحب كده فصام ودلال ورضا وهو من دا ودا الحب كده الحب كده حب بيرام التونسي ليكوا انتم كان كده من دا ودا الحب كده اغو من دا ودا الحب كده مش عايزة كلام مش عايزة كلام نحكي لكم بقى حكاية عمكة أينستاين ونخلي المريخة بكرة المريخة واحد مش هروح بحده ولا أينستاين هروح بحده حكاية لطيفة زريفة لها معاني كتير عمك أينستاين اللي أم قالوا عليه انه أعظم شخصية وهو دا الصحيح يعني القرن اللي فات على مستوى العلم والنسبية والحاجات العبقرية اللي عملها انتم طبعا عارفين عنها كتير جدا وان كنت تحب أكلمكم كتير عن أينستاين ونظريته كنت أجد صعوبة في أن نشرح حاجاتي لكن ممكن أحكيها برضو بالشيء من التبسيط حسب مفهمنا يعني عندي هذا العالم الكبير لكن أنا باخد جزء صغير كده صغير عشان ننتبه بس وحاجة أنا مقاريتها بقيتش مصدق هو كان معاه زملته في الجامعة ودكتورة وبتشاركه في أبحاثه اسمها ميلدة مش مهم اسمها بالكامل يعني ميلدة وهو ألبرت آنستاين وحبه بعد حب كبير جدا اللي انتم شافين على الصورة دي تعرفوا الصورة على الشاشة دي ملبة حب عظيم جدا واشتغلوا بأبحاث وقدموا بدأ النظرات بتاعته بدأ تتسرسب كده بحس ببحس 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 واشتغل معاه وبعدين ما بقاش بقى هو شاقي بدأ يحب بنت عمه إلسة اسمها وبدأ يحب مش عارب إيه بدأ يبليمه غمرات كتير جدا أينستاين أينستاين يعني بيعكس الستات وحاجات زي أيوه أينستاين الحكاية دي مفهاش أينستاين ومفهاش بتاعه أوعى تفتكر الحكاية دي عبيده عن أي حد التخين أهو أينستاين أهو اللي هو مخه أصلا في دنيا تانية في عالم لدرجة إن الأبحاث والدكتورات بتاعته ترفضت 20 مرة وعزبوه اللي مش فاهمين اللي بيقول إيه ده واللي بيقوله عن نسبيه ده كلام خبل في البداية كانوا كده مش فاهمين إيه الراجل ده لكن على الجانب الإنساني مبقىش طيق مراته تطلق ما تطلقش اليهود ما بيتطلقوش لازم توافق الزوجة يعني مش عايزة تطلقي قالتوا لا مش عايزة تطلق قالت لا طب فيش روط بقى قالت له قول يا سيش أينستاين أنا تحت أمر أمينة تحت أمر أول حاجة أمينة تنظف البيت ما تطلبش مساعدة من أي حد تحاضر طيب وإيه كمان قال لها أروح آجي شمال يمين اجتماعات الناس معايا وناس خارجة وناس دخلة ما تسألنيش مين دول طيب يا سيدي إيه كمان لما طلب منك في أي وقت تخرج من قط النوم تطلع برا قط النوم تقولي حاضر من غير ما تنقشيني وكمان العلاقة الحميمة دي ينسيها هي وفقت بعد شوية اكتشفت إن ده مش هينفع يعني ده حاجة صعبة جدا إنها تعطي رضي في بيت لوحدها وإنها بتعمل وإنها تبقى طيشة كده ملعيش لازمة فإطلق خلاص أنا مستعدة تطلق بس إيه اتفقوا؟ على إنه حيديها جزء من فلوس جايزة نوبل اللي لسه ماخدهاش بسهو عارفنا العقودة حيديها جزء من الفلوس دي واتطلقوا على هذا الأساس سنة 19 طلقوا على أساس إن هي لما تجيلوا جايزة نوبل حيديها فلوس الجايزة جزء من فلوس الجايزة وخلاص عندها ولدين بقى إعداد ربيهم وسعة تصرف عليهم وسعة تيطنش ومنهم ولدت نمات في مستشفى أمراض عصبية وهي كمان في الآخر ماتت يعني حكي لكم ماتت إزاي في الآخر المهم إن بعتت له بقى خالي الجايزة بقى بتاع فشلوس قلت له حفضحك بكل حد أنت وعدتني أنك تديني الجزء من الفلوس دي فحفضحك في كل الدوائر ما هو بقى أينشتاين خلاص بقى قصر العالم كله وهقول في الدوائر العلمية وهل حد يصدق إن هذا العالم الكبير يكون على المستوى الإنساني في هذا الشكل إنه الست اللي كانت معاه وماكملتش بيحسها العلمية الكبيرة والدكتورال الكبيرة بتاعتها ماكملتهاش عشان تقعد ويشتغلوا مع بعض ده باعتراف أينشتاين في كتاباته لملبا ألبرت نفسه كتب ألبرت أينشتاين كتب جوابات أكد فيها إن ملبا كانت بتساعده مساعدة مهمة جدا في أبحاثه اللي هي هزت العالم كله فقال لها ما معناه يعني إن إيه ولا كلامك ده إيه سوى دلات تعريف قصاد شهرتي ومكانتي عند الناس ما حدش حيصدقك قولي زمانتي حيصدق ما حدش حيصدق أبدا إن ده ممكن يبقى تصرفي ومش عبعتلك حد فعلاً مبعتلاش وكانت البنت بنت أبوها أبوهم ربية تربية كويسة ومعلمة تعليم كبير وسيبتقول بعض الكتب إنها ماتت وحيدة أصلاً هي ماتت قبله بسبب سبع سنين يعني ماتت سنة 48 هو ماتت سنة 55 أينشتاين لكن ماتت وحيدة معزولة لا تملك شيء وأينشتاين بات يملك كل شيء أنا مش بقولك عشان أقولك رأيش أنا بحكي لك الحكاية عشان تشوف رأيك فأينشتاين وإزاي يتعامل مع الست اللي هو قف تجنبه في بداية حياته علمياً وعاطفياً وكل حاجة فمين فينا في ملامح دي ما فيقولش حاجة من عبقرية أينشتاين وفي الملامح دي أنا بقولك عشان خاطر أنت اللي تفكر وانت اللي تشوف هل هذا التصرف لأينشتاين كان مقبول عم أنه رغم كل عظمته ورغم كل علمه ورغم كل النبوغ اللي في عبقرية اللي نخليه محتفظين بمخه لغاية الوقت شايلينه عشان يعرفوا إيه الموخ ده كان شكله إيه على المستوى الأسري واهتمامه بأولاده واهتمامه بزوجته عشان نعرف أن دي حاجة مهمة جداً اللي نحن نبصلها في الحياة اسمعوا الخير اشتركوا في القناة